موسيقى 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 السلام عليكم مرات لكم اليوم بفيديو جديد اليوم وصفتنا عندي البسبوسة اتمنى ان اعجاب لكم في المقادر نحتاج كاس حليب كاس عمر سكر كاس كاس ياكور طبيعي نحتاج جربيضات سكر نحتاج خمارة وزن 16 جرام كاس كاس عمر الزيت واحد ملقة الزبدة اضوهم المقادر نبدو على بركة الله نتوب البيض نضيف 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 السكر عالقة دي للزبدة. هنخلطوهم بالطراب جيدا حتى يندمجوا لعناصر. اما بعد ما تخلطو. هنضيفوك اه نصف كأس دي الحليب. هنضيفو الضياغورت الطبيعي. هنضيفوك اه نخلطو جيدا او تاني. او ماد ما خلطو العناصر. هنضيفوك اه دي الكوك او كأس جوز الهند. وكأس دي السميد الرقيق. هنضيفوه اه دي الساشي دي الفاني. سكر فاني. هنضيفو دي بالخمارة بالنسبة اللي عندهم الخمارة كتوزن سبعة جرام ما نحتاجو جوج. بالنسبة انا عندي هدي فيها ستاشر جرام. بعد ما خلينا العناصر تتخلط ما بديتها هناخد المول ديانك ندهنوه بالسبدة. وكرشوه بالسميد كما كتشوفو هاو تنتو انا بالسبدة. منقبلوه ورشيتو بالسميدة. هنجيبو الخالط دياننا من بعد ما تخلط مزيان. هدي انخوه هي كتجي سائلة كما كتشوفو. يعني الخالط كيكون سائل شوية. يعني ما تخافوش يعني كتطيب. اه دا بندو دول السيرو دياننا باش هنصقوها. نحتاجو كأس ديال اللماء. مع كأس اللاروب ديال السكار سانيدة. وحط طريف ديال الحامض. ونخليوه اه اه يغلى. هنديرو النار غادي نخليو عنا نار مهيلة ونخليو هي سيرو دياننا تايوي اللي نصف الكميه ها هي البسبوسة دياننا من بعد ما طابت. اه زوقتها باللوز يعني بنسبة الزوق فهو اختياري. ها هو السيرو دياننا غا نخليو عليها. ها هو بالنسبة البسبوسة هي باردة. والسيرو راه هو سخون. باش يتشرب لنا خس يكون واحد بارد واحد سخون. ها هي البسبوسة دياننا من بعد ما تشربت داك السيرو كما كتشوفو. ها هو ما بقاش با ينسيرو كلو تشرب. كجي ها كاف السمك ديالها و كجي معلكا. يعني كنصحكم بها تجربوها و ما غاديش تخسرو. كنت من الفيديو ديال اليوم يكون. اشتركوا في القناة